طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية والوقف الفوري لهجومها على رفح جنوب قطع غزة عقب المجزرة التي ارتكبتها في خيام النازحين وقال ميشيل في منشور له على منصة اكس انه لا توجد منطقة آمنة للنازحين في رفح الفلسطينية وجددت دعوة إلى تطبيق وقف اطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية وذكر رئيس المجلس الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بأن الاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تظل قائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي بما يتماشى مع قيم التكاتلة